موسيقى يسرني أن أقدم ضيف هذه الحلقة هو أخ صديق عزيز هو خادم للإنجيل مميز معلم للكتاب مؤلفات كثيرة كتب عديدة أحب أن أقدم دكتور عماد شحادي دكتور عماد شحادي هو مدير كلية اللهوت بالأردن المعروف اسمها الجتس أهله سهلا دكتور عماد شكرا نحن كتير فرح أنك تكون معنا في هذا البرنامج طبعا أنت مؤلف مؤلفات كتير واحدة من الكتب اللي بحبها كتير أنك كاتب أنت عن موضوع طبعا كتاب ضخم جدا الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين وبعدين الساب تايتل مكتوب ضرورة التعددية في الوحدانية الإلهية ممكن تعطينا التعريف عن فكرة الثالوث في الكتاب المقدس شكرا أسيس نظار امتياز كبير حقيقة أكون معك وصديق أشكر رب لهذه الفرصة الحقيقة بداية كلمة الثالوث غير موجودة بالكتاب المقدس العقيدة موجودة التعليم واضح بس الكلمة بمعنى أنه ممكن الإنسان يستخدم أي كلمة أخرى تناسب من يشارك معهم مثلا ممكن تحكي عن أبوية الله مجرد ما تقول أنه الله أب أو آب هناك إبن هناك علاقة بين الأب والإبن بالروح القدس ممكن نشرحها أكثر بعدين لكن الأساس الأول لهذه العقيدة هو أنه هناك إلها واحد لا نؤمن بتعدد آله إطلاقا هذا غير صحيح يعني الكتاب المقدس بشدد على هيك طبعا العهد القديم واضح بهيك وأيضا العهد الجديد أعطيك أيتين أو ثلاثة من العهد الجديد بس نتوضحك مثلا في كورنطس الأولى نحن نعلم أنه ليس إلها آخر إلا واحدا ليس لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الإشياء ونحن له بهذه البوضوح هذا العهد الجديد مرة أخرى يقول مثلا رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكل أخيرا أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل هذه آياتنا جديدة من مختلف الرسول حتى الرب يسوع استشهد في العهد القديم بيشدد على وحدانية الله فنحن نؤمن بإله واحد لكن بنفس الوقت يقول مثلا الرسول يعقوب أن تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل الشياطين يؤمنون ويقشعرون حتى الشياطين يؤمنون أن هناك إله واحد بمعنى أن هناك معلومات إضافية أعلنها الله عن هذا الإله الواحد هناك جمال هناك بعد آخر يعني بمعنى آخر لا يكفي أنك تؤمن أن هناك إله واحد عندما الله يعنى شيء عنها الوحدانية يريد أن يكشف لك لخيرك ولمصلحتك هذا هو إعلان أحل جديد عن عقيدة الثلوث هادي بداية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر